السلام عليكم المرة فاتت اتكلمنا على الاكتان نمبر واتكلمنا على نسبة الايزو اكتان واتكلمنا على بنزين 80 80 مثلا يبقى ايه 80 اكتان 20 و 20 هبتان و 92 نفس الكلام و 95 طيب احنا عندنا بقى طرق لتحسين الانتاجية مش معقولة كل البترول اللي هنطلع منه ايزو اكتان انا عايزين ازاي يعني نوجد الايزو اكتان بكسرة في المنتج البترولي عشان نقدر نعمله اول طريقة هي اضافة مواد كيميائية والمصيبة الكبيرة اللي هو رابع ايصايل الرصاص طبعا الرصاص رمزه ده ودي ايصايل يعني كربونتين هنا ايصايل وهنا ايه ايصايل ده اسمه رابع ايصايل الرصاص وده عشان نعمل ايه نقلل كمية الهواء الفرق ما بين الدفع طبعا انتفقنا لما ايصايل يكون 91 وتيجي الوامضة بتاعته عشان تضرف البوجيه عشان يبتدي بوجيه يشتغل ويشغل من الشرط يبقى فيه يبقى واصله بنزين ممكن يبقى في الوسط هنا يبقى فيه زي الهواء يعني ايه حتة بنزين هواء بنزين هواء بنزين هواء بنزين هواء فبالتالي بيحسب فرقها فهو عشان يعمل كل ده هموجينيس فبيضطر يضيف رابع ايصايل للي ايه الرصاص ومشكلة في رابع ايصايل للرصاص انه هو لما بيضيفه بيترصب له في المطور وبحديم مش كده وبس ان الرصاص لما بترصب في المطور بيترصب على هيئة اكاسيد رصاص ليد اوكسايد عشان ده بتحول للي ايه لكربون داوكسايد ومش كده بس وبننتر نضيف له معالجة اللي هي الواحد اتنين سنائي برومو الاسان اللي هو ده الله دي شغلنا كبيرة برومو ده برومو الواحده بسبب عكم للرجال العكم ايه الرجال مبالك بقى ايه انه انه هو مش راجل واحد ولا رجلين ده بتكلم عن بشرية عشان نتخلص من اكاسيد رصاص لازم نضيف البلوة زرقه دي طيب عشان نخرج اكاسيد رصاص من ايمان عادم يبقى انا عشان نحافظ على المطور هبوز حياة البشر وهدينبالكم اللي هو بيقدي بعد كده لدمور في خلايا المخ وتبعيني تقول له انت غبي ما غبي او زكي ده كمية الدم اللي موجودة في خلايا المخ كل ما كانت كمية الدم عالية كمية الدم واطية نقول عليه غبي زي بزلط حافظ القرآن حافظ القرآن كمية الدم عنده عالية فخلايا المخ بتاعتم ما شاء الله غير اللي مش حافظ ايه كرآن وهدينبالكم فده نقطة مهمة بنرفع النظر طيب احنا عشان نعمل الحكاية دي نعمل ايه قال لك انت قدامك حل من اتنين الحل الاولين انها استخدم عوامل حفازة غير الاقصاء الليد هاخد الجازولين زي رقم وقتام منخفض يعني 91 مصر او 80 عشان احوله لل95 او 91 احط عليه سيليكات الامونيا عشان انزع الهيدروجين اه انزع هيدروجين اه اتكلم لنا من نقطة دي هعط السيليكات الالمونيا عشان انزع هيدروجين طيب انت يعني ايه يعني ايه ايه اللي حصل يعني ايه اللي جد اه اللي جد انا حول السلاسل المستقيمة لسلاسل متفرعة ايوه من مستقيم لمتفرع اقدر ازود كده الاوكتان نمبر ازاي بقى حلوين اقول لكم طريقة سهلة جدا اول طريقة بنقول عليها الاسماذة بصوا ده نورمال اوكتان صح لو انا جيت شلت هيدروجين من هنا احسن هيدروجين تشال من هنا احسن ولا من هنا يلا شطار لا تشال من هنا ليه عشان الكربون اللي هنا الكربون اللي هنا عندها هنا اصيل وعندها هنا هو بنتايل يعلقوا البوست في الشرج اللي متكون عندي اللي هي دي فالتالي هيبقى مور ستيبل هيجي الهيدروجين دي تعمل عملية ايه هيبر كونجيجيشن العملية تجي البوست في الشرج ده يتنقل يروح هنا على CH2 هيجي على CH2 والCH3 تخرج سيبا الكترونتها وتخرج اقبا بالالكترونتها ولا ايه على البوست في الشرج اللي ايه واله تيجي من اين اللي هتخش على CH3 اله هتيجي من ايه ايه اللي هيا خرجت اول مرة مع الالمونيوم ايه كلورايد شفتوا بقى حصل برانشيج ازاي يبقى من نورمال اوكتان لايزو اوكتان باستخدام الالمونيوم كورايد او سيليكات الالمونيوم عشان خاطر يدينا الايزو اوكتان وديه الاسمزة طبيعي ايه تاني غير الاسمزة الالكلا بدل ما استخدم سيليكات الالمونيوم او كلورايد الالمونيوم استخدم سالفوريك أسد وبيشيل البروتون طيب يا حلوين هشيل البروتون من اين هشيل من اين لما يجي ديت الكسر هتكسر كده يعني فيه نيجاتف وهنا فيه بوستف يعني هتكسر العكسة ممكن لا عشان بوستف الشارجي هنا الساكندري ولا تيرشري يلا شطار تيرشري كربون مور ستيبل فالتيرشري هنا شوف كربون تيرش القعدة يروح جالها مولوكيول تاني زي S-N-1 راكشن عشان يتحد معاها ويكون لي الايزو اوكتان ودي اسهل طريقة عشان نعمل بها الايزو اوكتان عن استخدام سيليكات الالمونيوم او كولوريد الالمونيوم كده احنا خلصنا الاسمزة والالكلة عشان نعمل نضرب عدم استخدام التترا إيسايل ليد طيب الميكانيزم انا شرحته لكم مرة تانية هنا لو انا عندي ايزو بيوتيلين هحوله لنيو اوكتان انتو بقى شطار انتو بقى انتو لتفاهموا يا لي انتو ايه البروتون البروتون يتضاف هنا اهوت شوف انا غلط انا غلط دي هتكسر كده ويبين النيجاتف وهنا بوستف يلا شطار اهو وهبا يحصل التفاعل ما بين دي و ديت ويرزقه مع بعض من المنظر شايفينه عشان يديني النيو اوكتان وبالطريقة هزود البرانشنج باستخدام السلفوريك اسم كده احنا ازاي قدرنا نزود الاوكتان نمبر طب في طرق تانية طبع في بدل ما ضيف انا حند الكابريتيك او الالمونيوم كورايد ممكن اضيف في مواد اروماتي بنزين وطلوين وزايلين عارفين اقرأ الزايلين عارفين رمزه اللي هو ده طيب ويه تاني او مصايل السلاسي بيوتايل القصير او اضافة الكحولات زي الميسانول او سالس سالسي بيوتايل الكحول دول التلات طرق تانيين غير التلات الاولين طبعا الشركات دلوقتي بتتنافس بس اغلبهم بيستخدم السلفوريك اسيت عشان الالكالة والاسمزة وبعد الشركات بتستخدم اضافة المصايل السلاسي بيوتايل ايسر او اوسعات الزايلين حتى انت تفاول التنك تشم ريحة الزايلين شوية مع البنزين كده احنا هنقف لغاية الموضوع دوت وان شاء الله المرة جاية هناخد مركب جديد